استعرضت لجنة العاصمة في المجلس البلدي مبادرة مهندسون بلا حدود فرع الكويت لتطوير وإعادة تأهيل السوق الحريم حيث أكد رئيس اللجنة وأعضاؤها أنهم سيولون المقترحة دراسة المطلوبة رئيسة المنظمة المهندسة زينب لغراشي ذكرت أن المبادرة تحافظ على الطابع التراثي للسوق وعلى هويته الحالية مع تطوير وضع البسطات فيه لتكون أكثر موائمة وتتيح لمزيد من النساء استغلال واستثمار هذه البسطات والعمل فيها اشتركوا في القناة